فإن من الضوابط المهمة للدعاء أن يحذر المسلم أشد الحذر من الاعتداء فيه والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه يقول الله تعالى أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآت الكريمة عباده إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم ثم نهاهم سبحانه في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه سبحانه لا يحب المعتدين فدل ذلك على أن الاعتداء مكروه له مصحوط عنده لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان جاء عاما يشمل كل نوع من الاعتداء إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه وبياني أن الدعاء المجتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده ولا يرضاه لهم ولهذا روية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين قال في الدعاء ولا في غيره وعن قتادة رحمه الله في معنى الآية قال اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم ولا قوة إلا بالله وعن الربيع رحمه الله في معنى الآية قال إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء وهو صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك أخبر به محذرا منه ناهيا عنه مبينا لخطره وهذا من تمامي وكمال نصحه لأمته صلى الله وسلامه عليه وهو أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد وابو داود وابن ماجة وغيرهم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور وروا الإمام أحمد وابو داود عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذا وأعود بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعودت بالله من شر كثير وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قوم من أمته يعتدون في الدعاء ناهيا عن ذلك وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه ولا سبيل إلى السلامة من ذلك إلا بلزوم السنة واقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الاعتداء في الدعاء باب واسع إذ هو كما تقدم تعريفه تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداءا ومن المعلوم أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها فمن الاعتداء ما قد يبلغ حد الكفر ومنه ما هو دون ذلك فمن اعتدى في دعائه بأن دعى غير الله أو سأله أو طلب منه كشف ضره أو جلب نفعه أو شفاء مريضه أو نحو ذلك فقد وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وشدها خطرة ولهذا قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وحاصلوا كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومعنى الاستفهام في الآية إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة كما قال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال فهذا أخطر أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها ضررا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين وأي اعتداء أعظم وأشد من هذا أن يصرف العبد حق الله الخالص الذي لا يجوز أن يصرف لأحد سواه إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين قيل المراد إنه لا يحب المعتدين في الدعاء كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها وقال يا ابني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ثم قال رحمه الله وإن كان الاعتداء مرادا بها فهو من جملة المراد والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره كما قال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين انتهى كلامه رحمه الله وعلى هذا فإن الآية الكريمة تكون دالة على أمرين اثنين أحدهما محبوب إلى الله مرغوب فيه وهو دعاء الله عز وجل تضرعا وخفيا والثاني مكروه له مسخوط عنده محذر منه أشد التحذير وهو الاعتداء فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير وهو إخباره سبحانه بأنه لا يحب فاعله ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه والبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة والاعتداء مشتق من العدوان وهو تجاوز ما ينبغي أن يكتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة كما قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها أي أن ما فصله الله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المهمة المتبعة ثم كيف يؤمل المرء الإجابة ويطمع في القبول وهو متجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ومتعد حدودها المقررة فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه ويقبل ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله عز وجل ما لا يجوز أن يسأله من المعونة مثلا على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي كأن يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل أو أن يسر له طريقا أراد به المعصية والعدوان ونحو ذلك ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا يفعله كأن يسأل الله تخليده إلى يوم القيامة أو أن يسأل الله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء أو أن يسأل الله يطلعه على غيبه وما استأثر سبحانه بعلمه أو أن يسأل الله أن يهب له ولدا من غير زواج ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين أو أن يكون ملكا أو نحو ذلك وكذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع بل يدعو دعاء يكون فيه كالمستغني المدلي على ربه ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان قال بعض السلف في معنى المعتدين في الآية المتقدمة هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون اللهم اخزهم اللهم العنهم ونحو ذلك وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال لا تدعو على المؤمن والمؤمنة بالشر اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك فإن ذلك عدوان ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعا يخل بالأدب قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة وعموما فإن الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز ومن لزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتقيد بسنته أمن من الزلل وحفظ بإذن الله من الخطل وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته